المخرج خالد يوسف المخرج هو اللي عرفني بالناس وده يعني أصل مهنتي النائب ده أمر مؤقت يعني أستاذ خالد أول شيء أقول لك مبروك على الحال جائزة تكريمية لمنحتها مؤخرا هنا في دبي مهرجان ضيافة المهرجانات الفنية اللي تقام في الخليج السينمائية هذه الحفلات أنت اش رأيك فيها؟ يعني في الخليج بالنسبة للخليج تحديدا أنا تحديدا في من أكتر من 13 سنة ما بدأ مهرجان دبي وناس كتير من السينمائين المصريين وغيرهم يعني قالوا هتعملوا مهرجان في بلد ما فهاش سينما إزاي وكان عندهم حق طبعا أنه لازم يبقى فيه سينما عشان تعمليه مهرجان أنا ساعتها كان ليه رأي مختلفة أن المهرجان ممكن يشجع على صناعة السينما أن تبقى فيه صناعة سينما إماراتية وبالفعل بعد أكتر من 10 سنين بقى عمدنا سينما إماراتية فأنا بتصور أن المهرجانات لها دور مهم جدا في الحراك الثقافي والسينمائي والفني بشكل عام وبتعمل حيوية فنية بتخلي فيه في النهاية منتج سينما وده اللي احنا مستهدفين وإحنا مستهدفين أن كل مدينة عربية كل عاصمة عربية يبقى فيها مهرجان سينما يبقى فيها سينما لأن في النهاية المهرجان مستهدفاته الأساسية هي الطلاع على ثقافات سينماية مختلفة والطلاع الآخر على ثقافتنا احنا السينماية ففي النهاية لابد أن يكون عمدنا سينما في كل حتة في العالم العربي وأعتقد أن دي حاجة شديدة الأهمية لصنع المستقبل لأن السينما أحد أدوات الهمة لتشكيل مجدان الأجيال الجديدة وأي بلد ما فيهاش سينما يبقى فيها حاجة نقصة فأنا بأسمن الجهد اللي بيعمله كل القائمين على الحركة الثقافية والسينماية والفنية بشكل عام في دبي وحتى الوافدين اللي جايين من بلاد أخرى يعملوا مهرجانات هنا لأن ده بيعمل حراك في النهاية بيصب في خانة أنه يبقى فيه أغنية يبقى فيه فلم يبقى فيه منتج في النهاية والمنتج ده أنا رأيي شديد الأهمية طيب أنت يعني مع عمرك كنت بعيد عن السياسة وناقشت هموم بلدك الاقتصادية والاجتماعية فيما سميته الرباعية الأفلام الخاصة الأفلام اللي حكت عن واقع مصر في العشرين سنة وأيضا ما بعد ثورة يناير ولكن إذا كنت أنت يعني استطعت أن تناقش السياسة وأنت فنان كيف يمكن أن تعمل بالفن وأنت اليوم نائب وسياسي؟ أنا مش شايفي تعارض يعني في النهاية إحنا ما فيش فن في الدنيا بيبقى معزول عن واقعه إيه مثلا ما تكون سياسي حتصبح محدد بحريات محدد بمجاملات الساسة يعني إطار الساسة لكن لما تكون فنان لا أنا حري في كل الأحوال مبدع بلا حدود أحتخاص لا أنا حري في كل الأحوال وفي كل الأوضاع يعني نائب وأمارس حريتي بشكل كامل ما انتقد ما أراه يعني يعني ما فيش وضع محدد أنا بتوجد فيه يمنعني من أن أنا أقول رأيي بكامل حريتي لأن أنا في النهاية الحرية هي أغلى حقائق الوجود قدسة بعد قضية وجود ربنا هي الحرية وأنا أسألك السؤال لأني أعرف إيش معنى الحرية في بالزبط في قموس خالد يوسف النائب مش هيكتفني في حاجة أما جاء أعمل فن لو عملت سينما فأعملها زي ما كنت بعملها بس أكيد هتبقى مختلفة مش عشان أنا بقيت نائب عشان الواقع أكيد اختلف من خمس سنين فاته أكيد ما هعمل فيلم دلوقتي لو جيت أعمل حينما يصرر أكيد مش عامله زي ما عملته من سبعة تمن سنين يعني إيش الفرق يعني تقصد الواقع الفرق إن أنا أكيد اتغيرت إن أنا فيه فات سبعة تمن سنين على دماغي أنا على مدركي على فهمي على تأملاتي الواقع كمان حصل فيه تغيرات وبالتالي مفيش فيلم تقدري تعمليه من عشر سنين تيجي تعمليه دلوقتي فيطلع نفس الفيلم أكيد هيتغير يعني ده من يوم وليلا ممكن تغيرت لقي نفسك عمدك حاجة جديدة عايزة تقوليها في الرؤية بتاعتك أو بعد جديد أبغى سألك سؤال هنا بس جبل ما أسألك بخصوص أفلامك طب لو عرضوا عليك وظيفة أنك تكون وزير هتوافق أو لا حاجة؟ أنا رفضت مرتين بالفعل أنا قلت ما اشتركت في هذه الصورة من أول لحظة كتير من الناس اللي عندهم رؤى نقدية دايما كده يقولك أنت بتبحث عن دور سياسي بتبحث عن موقع يعني فأنا قلت ردت ببساطة جديدة قلت لو وجدتوني في منصب تنفيذي من هنا لغاية ما موت قولي علي أفاق أنا نزلت الصورة ديت من أول لحظة إيمانا بالمطالب العادلة اللي خرج من أجلها الشعب المصري ولما سطع على هذه الصورة الإخوان المسلمين فضلت في الشارع وناضل ضدهم إيمانا برضو بأن هذه الدولة لا تستحق أن يؤممها جماعة زي دي تؤمم مشروع الدولة المشروع الجماعة كان هدفي كله أن أنا نفسي أسيب لولادي وطن أحسن من الوطن اللي أنا أتربت فيه ليس أكثر ما كانش هدفي أبداً لمناصب ولو كنت ببحث عن مناصب أنا كنت في عصر مبارك كنت أستطيع أن أنا كنت مشهور جداً وملء السمع والبصر وناجح لو كنت نفقت أو لو كنت ما كنتش معارض دم كنت ممكن أن أقض موقع أنا عارضت نزام مبارك لإني مقتنع وعارضت النزام الإخوان عشان كنت مقتنع والآن حتى بأعارض الحكومة في أشياء كثيرة جداً لإني مقتنع ففكرة أن في حاجة تخليني أغير موقفي أنا سمعتك تقول أنك طبعاً أنت يساري اشتراكي ودائماً ألاحظ أنك تحب تأكد على يساريتك وسمعتك في لقاء تقول أنك أنت دائماً يساري حتكون بغض النظر عن الحكومة حتى لو كانت حكومة عبد الناصر وأنت ناصري النخاء ستكون يساري هكون على يساره ليه بقى؟ ليه؟ لأن باعتباري مبدع الإبداع نفسه هو الحلم بواقع أكثر جمالاً ده أحد التعريفات لي الهمة يعني يعني ما كون أنا كمبدع وظيفتي أن أحلم بواقع أكثر جمالاً فلابد أن أتصادم مع الواقع حتى لو كان جميلاً لإني بنشهد الأجمل فلو كنت في كنف عبد الناصر وفي عصر عبد الناصر اللي أنا منحاز ليه مشروعه كنت أكيد هقول له آه أنت عملت جميل بس إحنا ننشهد الأجمل وهو تقدم المجتمعات كلها ندين كلها كفزات الحضرية الكبرى والتقدم اللي بيحصل لأي مجتمع بيحصل بسبب أن فيه ناس بتحلم بالأجمل حتى لو تقول حتى لو الواقع جميل أه طبعاً لأنه هقول لحضرتك لأنه يكون واقع أجم أكثر جمال حتى لو الواقع جميل طبعاً لأنه هقول لحضرك حاجة لو إحنا ما حلمناش بالأجمل والواقع جميل هيفضل جميل زي ما هو لكن عمره ما يبقى أجمل لو أنا ما حلمتش بالأجمل عمره ما يتقدم لقدام لازم فيه حد ييجي يحلم بحاجة أحسن من اللي إحنا فيها حتى لو اللي إحنا فيها كويس أنت عارف السياسيين لما يسمعوا ذلك كلام إيش حيقولوا لك طب طلعوا إيجابيات البلد يعني وروا العالم الإيجابيات اللي بنعملها أنتوا يعني متشائمين كفنانين أو رسامين أو كتاب أو مخرجين وتركزوا دائماً على السلبيات وهذه نظرة سوداوية يعني لا هي فيه فرق بالنظرة السوداوية ورؤية نقضية وفيه فرق بين أن أنت عايز تعمل فيلم سياحي وبين أنت تعمل فيلم يعبر عن رؤية ودائماً الرؤية بتحمل موقف ما في الحياة مش متصدمة بس مع الأنظمة اللي موجودة ده ممكن تكون متصدمة مع حتى العادات والتقاليد وزي ما بقولك لسه هرجع لك من شوية أنا قلت لك أن القفزات الحضرية كلها بتحصل بسبب الحلم بواقع أكثر جمالاً أو التمرد على الواقع اللي موجود حتى لو كان جميل يعني هل يتخيل العالم العربي ومصر وضع المرأة العربية لو لم يحلم جيل آسم أمين بتحرر المرأة ده كان متصدم مع تقاليد المجتمع وأدابه في وقتها كلمة تحرر المرأة وأن المرأة تخرج للعمل ورجعنا لنفس الوقت العهد احنا فيه ردة وفيه ناس منهضين للأفكار دي ولكن في النهاية ده وقت المرأة العربية خرجت للعمل من أكثر من خمسين سنة ده بسبب أن فيه جيل من أكثر من مئة سنة نادى هذه الدعوة اللي كانت متصدمة مش مع الأنظمة اللي موجودة ولا نظم الحق إنها كانت متصدمة مع تقاليد المجتمع وأدابه في وقتها واعتبر إن دي دعوة خارجة عن الأدب والتقاليد والعداد فأنا أصدق أنه دايماً سيبوا الناس تحلم تنقض لأنه هو ده اللي هيقدم حتى لو فيه شطط حتى لو فيه شطط عند البعض في النهاية التجربة بتصحح نفسها وأما الزبت فيزهب جفاء وأما مهم فعالناس فيمكس في الأرض كما قال في القرآن الكريم فأنا بشوف إنه وظيفة السينمائي مش إنه هو يقدم فيلم يقدم فيه الجوانب الإيجابية في المجتمعات ده فيلم سياحي ممكن حد تاني يعمله ووزارة الإعلام تعمله أنا وظيفتي إن أنا أشوف فين الوجع فين الحاجة الجرحاني فين الحاجة الوجعاني الوجع أهلي الحاجة اللي إنسانية وأعمل منها دراما تساهم فيه رمي حجر في البحيرة الراكدة طبع هذا عن السياسي ولكن التقاليد والمجتمع يعني أنت بتتصادم مع السياسي وأعتقد أنه المصادمة السياسي أسهل من مصادمة المجتمع أكيد كيف تتعاطم مع تقاليد المجتمع؟ يعني إذا تبغى تحلم أنت مثلا أيضا بواقع أكتر جمالا مجتمعيا على مستوى العادات والتقاليد بكل التأكيد يعني فيه أفكار أنا بقولها بتتصادم مع الناس وبتشتم بسبب يعني أنا متكلم على مفهوم الشرف في المجتمع العربي ايه اختزال الشرف في جسد الأنسة وكأن الشرف هو جسد الأنسة فقط يعني أنا دايما بقنادي إذا كان مقياس الشرف جسدا فليكن جسد الإنسان الرجل والأنسة كيف نبرر لأبنائنا بل يصبح مجال فخر الأب إن يقول ابني بتاع بنات وعمده ما عرفش إيه وييجي على بنته لو عرف إنها حبت حتى من جير ما تقيم علاقة يتبحها فهنا وكأنين كما لصرت الشرف إيش برأيك السبب؟ نعم إيش برأيك السبب؟ اختزال شرف المجتمع بجسد أنسة فيه نظرة دونية للمرأة فيه نظرة دونية عندنا للمرأة فيه مجتمع زكوري كامل بيسيد هذه الأفكار لمزيد من سطوة الرجل والاستغلال المرأة في كل الأحوال أولا أن الرجل اللي هو أصلا يعني صاحب السلطة فشل في معارك كثيرة وما جدر يحجج انتصارات وبطولات أنا مرة قلت وزعلوا مني قلت يعني الواقع العربي في المئة سنة اللي فاتت كان القرار رجلاً محدش يقدر يقول إن المرأة العربية شاركت في القرارات المصيرية اللي حصلت في الخمسين سنة الأخيرة أو في المئة سنة الأخيرة وكان النتاج زي ما أنتو شايفين كده مزيد من الهزائم والانكسارات ما تيجوا تخلوا المئة سنة اللي جاية الألفية الجديدة ديت المرأة العربية تقود أو تشارك بنصبها الحقيقي اللي هو خمسين في المئة من المجتمع مرأة تشارك بنصبها الحقيقي في القرارات يعني ما يبقاش القرار قرار رجل ما يبقاش عمدي عشرين وزارة فيها وزارتين ستة لا عشر وزارات ستات وعشر أو رئيسة مثلا أو رئيسة مرة لو خلينا لو دخلنا المرأة بقتفاعلة وشاركت في التنمية وشاركت في القرار السياسي أنا بعتقد وقعنا هيتغير لا يعني هي حتكون رحيمة أكثر من الرجل أو حكيمة أكثر هي حكيمة أكثر المرأة بطبعها حكيمة أكثر لأن الرجل لينير والمرأة مالتي يعني إيه لينير من فجر التاريخ كده الرجل كان يخرج للصيد مع أنه كان بيخرج للصيد من أجل أنه يجيب أكل الست اللي موجودة هي أولادها أو أولاده يعني إلا أنه كان التمن ساعات اللي بيقضيها في الغابة بيصطاد ما كانش بيفكر غير في الإيه؟ في الصيد في الغزالة اللي هو عايز يصطادها حتى ما كانش بيفكر فيهم اللي هما بستنينه في البيت أما الست وهي قاعدة في البيت وأنا أكلمك على فجر التاريخ مجتمع كانت بتعمل أعمالي أدوية بشكل آلي لكنها كانت تفكر وتتأمل طول الوقت فده خلف عن عمد المرأة هذا التأمل حكمة أكتر من الرجل في الجين نفسه لذلك المرأة تقدر تعمل ثلاث حاجات مع بعض وتفكر في حاجتين مع بعض الرجل ما يعرفش يعمل كده الرجل لو بيعمل حاجة وحد يكلمه في حاجة تانية لازم يسيب اللي في إيده يا إما ما يعرفش يركز في حاجتين المرأة الجين بتاعها عمدها أفق أوسع وفي ذات الوقت عمدها حكمة أبلغ عمدنا في الصعيد في مصر الستات الكبار اللي هم الكبار العائلات يسموها الكبيرة وتقعد تحكم ما بين رجالة بشنبات وتحكم عليهم وينفذ أمرها هذا في الصعيد لأن الصعيد فيه أصل مصر وأصل الحضارة فلسه فيه شوية من التاريخ المؤثر فيهم وإنت عارفة أن أول ملكة في التاريخ كانت مصرية بل النموذج الإله في الحضارة المصرية القديمة أول ما بدأت اكتشاف فكرة الإله عملوا النموذج أنسى إزيس وفي الحضارة العراقية برضو كانت أشطار يعني أقدم حضارتين في التاريخ أول إلهة كانت موجودة فكر فيها البشر ارتبطت عمده بالأنسى وده لو فكرت ودققت فيه ليه؟ ليه ما هو بدأ يكتشف أن لابد أن يكون هناك إلها مسيطرا ومؤيمنا ليه خلاها أنسى ليه خلا أنموذج أنسى حرف ليه؟ أنا أسمع الإجابة بعد الفاصل أنا كثير مستمتعة بهالكلام لأنه نادر ما أسمع رجل عربي يعترف بأنه المرأة متفوق عليها من ناحية الحكمة هذه نسمعها دائما من الأجهل أكثر ونكمل بعد الفاصل مع المخرج خالد يوسف وأعود إلى النائب البرلماني المخرج المصري خالد يوسف كلامك عن حكمة المرأة طبعا أنت ريحت ضميرنا لنسوي لأنه ما إحنا مسؤولين عن أي شي حصل في الخمسين مئة سنة اللي فاتوا لماذا اختارها في بداية البشرية أنسى حين تحتاج الإنسان أن يكون هناك إله في حياته؟ الإله مرتبط بإيه؟ بالمعجزة أحد جوانب الألوهية هي المعجزات فالرجل البداي في بداية الحضرات كان يعتقد أن الأنسى تصنع معجزة وهي الحملة والولادة لأنه هو كان غير قدر عليها وما كانش يفاكر أنه هو بيساهم بأي نصيف في الحكاية دي لأنه هو كان يمارس معها الجماع العادي ما بين الزوج والزوجة شهر واثنين الشهر ده تحمل والشهر ده ما تحملش والشهر الجاي تحمل فكان افتكر في النهاية أن هذه المعجزة هي من صنيعتها الوحدة فكان بيبصلها بانبهار ده كان أحد أسباب خروجه للصيد أنه هو يعودها عن الدم الدورة الشهرية اللي بيجي لها بيعتقد أنه كان ده نزيف لابد أن تعود عنه فكان يروح يستضلها ويجيب لها هذا وضع أنه كان ممتاز يعني كان بيقدسها لأنها بتأتي فعلا في معجزة بالنسبة له الخلق والتكوين ثم معنى العطاء كان في المرأة بالنسبة له والإله أحد الصفات بتاعته أنه معطاء هو اللي بيبعث الخير وهو 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 فكان الرجل كان دايما يبص المرأة كمعطاءة عندها قدرة على العطاء أكتر منه وعندها معجزات هو لا يستطيع أن يأتيها فعندما فكر في إله واكتشف أن هناك لابد أن يكون هناك إلها ما كانش خيالي يروح غير لأنه أكيد لازم يكون أنسة لازم يكون النموذج أنسة فعبدها عارفة تغير إمتى الإله من أنسة لذكر بقى راع وآمون وآتون وحاجات كده تغير معه قد الانتكاسة لصوبة النساء مع الثورة الذكورية لما بدأت الجيوش النظامية في العصور الأديمة لما بدأت الجيوش النظامية بدأ الرجل يحقق انتصارات فبدأ هي كانت تحقق انتصاراته هي إيه الخلقه والولادة والميلاد شخص آخر يعني فكان بيعتبر ده أنه هو ده انتصارها فهو عندما حقق انتصارات عسكرية وحس بالتفوق هنا غير هنا غير النموذج من أونسة لذكر طب لما تقول أنه أنت تتوقع في الخمسين السنة القادمة أو في المئة السنة القادمة إذا المرأة مسكت وحتكون أكثر حكمة وكذا أنت بتساهم بهذا الشيء في هذا التغيير من خلال أفلامك أو ناوي تعمل شيء أنا منتصر دايما لفكرة المرأة وفكرة مشاركتها في المجتمع ومشاركتها في التنمية ومشاركتها في القرار السياسي على كل المستوى سواء في الأفلام أو سواء في أداء السياسي أو أداء الاجتماعي أنا مؤمن جدا أنه ليس هناك أي فرق ما بين الرجل والمرأة في أي حاجة بل العكس زي ما قلتلك طبقا لتاريخهم هما الاتنين وتاريخهم الإنساني يعني هتلاقي أن هي أكثر حكم زي ما قلتلك يعني عندنا في مصر مثلا المرأة المصرية والرجل المصري اللي اتنين خرجوا من سبع تلاف سنة عشان يصنعوا أقدم حضارة زراعية في التاريخ مش كده المرأة الفلاحة المصرية كانت مع الفلاحة المصري وهي تعزق الأرض وتفلحها في ذات الوقت هي كانت تمارس الأعمال اليدوية وتتأمل وتفكر فالمرأة عامدنا بالذات في مصر مفروض تبقى متفوقة عن أي مرأة في العالم لأنها خرجت للعمل قبل ثقافات في ثقافات وحضارات أخرى حبست المرأة بألاف السنين لسه المرأة خرجة للعمل من مئات السنين في حضارات كثيرة أما المرأة المصرية مثلا ده خرجت للعمل من بدء الحضارة من سبع تلاف سنة طيب أعد أو أدخل معك بالسياسة أنت من كفر شكر وأنتخبت نائب عن مركز كفر شكر العام 2015 قبل ذلك طبعا وقفتك معروفة ضد حكم جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير احتلالت وزارة الثقافة وأنتم ومجموعة من الشباب والشابات لتمنع وزير الإخوان من دخول الوزارة نداؤك الشهير للذهب إلى المتحف الوطني وحمايته من السرقة طبعا لا زال يرن بالأذان توليك إخراج ثورة 30 يونيو كانت هذه الشهيرة أهم من كل ما سبق واللي كانت مؤيدة للشعب ومناهضة لحكم الإخوان من داخل طائرة هيلوكوبتر تابعة للجيش أي من هذه الأمور أنت ندمان عليها؟ ولا حاجة أبدا خالص يعني أقولك درس في الحقيقة كده تعلمته الندم تدعو للشكاء أصلا ده ما ينطبقش على فكرة على الكلام نعم أفهم علي عموما يعني أنا اللي أنا عملته ده كله أنا فخور به لكن أنا بكلمك على الندم من حس سلوك إنساني اسمه الندم دايما الناس تحاكم نفسها بأثر رجعي أو تدعي الحكمة بأثر رجعي أنا من عشر سنين أخطأت الخطأ الفلاني تمام فأجي أحكم على هذا الخطأ بعقلي دلوقتي بخبراتي دلوقتي وأقول قد إيه أنا كنت غلط أنت لو رجعت أصلا لعشر سنين تاني هتعمل نفس الخطأ لأن الظروف الموضعية اللي حواليك ودماغك وتفكيرك والتناقضات وتتدخلها مع بعضها كده هتخليك تعمل نفس الفعل وبالتالي أنا رأيي أن احنا نعرف أخطأنا ولا نندم على ما فعلناها لأن لو الظروف رجعت هنعمل نفس الخطأ ما نقولش أن احنا لو رجعنا يا مش هنعمل لا هنعمل نفس الخطأ فأنا مش مع الندم أنا مع مراجعة الزات أنا مع أن أنت تعرف تبص نفسك بانتقاد وتقدر تعرف أنت غلطت في إيه لكن أنت تندم هتصلح الموقف إزاي مش هتعرف تصلح أي حاجة هتعرض بس يعني زي مبتلك هو سلوك إنساني يدعو للشقاء ما يدعوش للإصلاح نعم طب الندم فيما يتعلق بنقطة محددة وهي الدماء اللي سالت عقب الثورات سواء في مصر أو في ليبيا أو تونس سوريا بأنبك ضميرك أنت وكثيرين من الثوار لأن الحرية قادت إلى دماء ومجازر ومدابح قادت إلى داعش وإلى إرهاب صحيح أصلاً الإرهاب مش الثورات هي اللي قادت لده على فكرة يعني هي الحقيقة هي الأنظمة اللي كانت حكمة هي اللي قادت الأمور لده لو تلاحظي مثلاً الثورة المصرية أقل ثورة حصل فيها دم مظبوطة لأن النظام برغم إنه كان نظام مستبد ما كانش نظام دموي الأنظمة الأخرى كانت أنظمة دموية وكانت فاشية إلى حد كبير مش بقولك إن النظام عندنا ما كانش مستبد لكن بمقارنته مثلاً بأنظمة أخرى لا كان درجة استبداده أقل وكان فيه متنفس كان فيه حاجة اسمها هامش ديمقراطي الناس بتتحرك فيه وبتقول هناك ما كانش فيه أي هامش ديمقراطي فلما تقوم ثورة على أنظمة فاشية قفل كل المنافس لازم يحصل مفجار ولازم يحصل دم هذا الشيء طبيعي ده شيء طبيعي مش بسبب الثورة ده بسبب السلوك بتاع الأنظمة اللي كانت حكمة أصلاً فأنا بشوف إنه حتى لو الثورات العربية بقت بالفشل أو لم تقدم اللي كان مرجو منها أنا مش ندمان على مشاركتي فيها لإن إحنا حاولنا نعمل واقع مختلف تآمرت علينا قوة دولية وقوة ما تكلمش عن مصر بس أنا أتكلم على كل الأنظمة كل الثورات يعني ودخلت على الخط مؤامرات كبرى وحاولتها لحروب أهلية وزي ما أنت تفضلت بحاجة زي داعش طلقت من رحم هذه الثورات وكأن الثورات هي اللي جابت داعش إلى آخر الكلام ده عشان يقولوا للمواطن معهم مرجو وعلى فكرة اللي بيحصل فعلاً دلوقتي أكنه عقاب للناس اللي خرجت يعني أنتو إزاي تتحلموا بواقع أكثر جمالاً إزاي تتحلموا بحرية وبعدالة إزاي أنتو تتحلموا طبعاً لازم تردوا باللي أنتو فيه بالضبط هذا الوقت كده بالضبط ده أنا رأيي هي ديل مقولة كتير عايزيني سيدوها طب اليوم أنت كنائب وكنائب في البرلمان وكمخرج وكفنان ومبدع ما رأيك بالنظام اليوم في مصر؟ مسيرة مصر اليوم؟ هل ترضي تطلعاتك؟ لا طبعاً لا ترديني لا ترديني وأنا من التكتل داخل البرلمان التكتل المعارض في البرلمان هو أنا برضو التكتل المعارض لكل يعني المعارضة الرسمية في البرلمان هي التكتل اللي أنا أنتمي ليه رفضنا كل بيان الحكومة رفضناه برنامج الحكومة رفضناه الموازنة العامة للدولة اللي قدمتها الحكومة رفضناها معظم القوانين اللي قدمتها الحكومة رفضناها صحيح هي أقرت لإن إحنا الأقليه في أغلبية أقرتها ونحن بنؤمن بديمقراطية احنا علينا ان احنا قول رأينا انحاز دينا الاغلبية انحازت ما انحازتش خلاص ده هذا قدرنا لكن احنا عمدنا تحفظات شديدة جدا على اداء الحكومة وعلى المصار اللي ماشي فيه مصر حتى زي اللحظة لم يسفر في النهاية عن اي تقدم او اي حاجة مختلفة او عن اي تحقيق لاي شعار من شعارات الثورة لا الحرية ولا العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الانسانية ولا الاستخدام يعني كل الحاجات اللي خرج من اجلها المصريين في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة انا رأيي المصار مش ماشي في اتجاهها واهم خلل فيها كان او فيما يحدث اليوم هو الاقتصاد اكيد اللي مأثر جامد جدا العشوائية والتخبط اللي موجود في السياسة الاقتصادية اللي خلف موجود غلاء فاحش جعلني خلانا اقول انه ان قرارات الحكومة الاخيرة يعني نزلت عشرين مليون مصري من تحت حد الفقر لتحت حد الكفر وعشرين مليون تانيين من طبقة وسطة لتحت حد الفقر تحت حد الكفر اه في المصري كفر يعني ما فيهوش تطاول على الاديان والحاجة انا فاهم ان الجوع كفر تكسب اه الجوع كافر زي ما نقول نقول الناس كفرت ايو يعني لكن مش كفرت يعني كفرت بالإلهي لا فاهم يصف بالكفر طبقات يعني انا متعود على الحاجات دي متعود على الاستياد وعلى رفع القضايا وعلى كده وهذه رفع القضايا والمحاولات يعني القدرة لإيذائك لا يعني شدت حيالك اكتر ولا خلتك تهدأ ما تعودت عليها خلاص وبقت بحسها انا من الاول عارف ان اي حد هياخد موقف في الحياة لازم يكون مستعد للدفع ضرائبه وإلا ما يعملوش فأنا مستعد للدفع ضرائبه وانا بدفع هذه الدرائب وانا مش متدايق منها مش متدايق من اي حملات هجوم ولا اي محاولات تشويه لان عارف طول ما هم بيحاولوا يعملوا كده يبقى انا مؤثر وخايفين من تأثيري وخايفين من صداقيتي وبالتالي بيحاولوا يضربوه هم لو انا مليش مصداقية وكلمتي ما بتوجعش حد وما بتقلمش حد مش هيحاولوا لا يدبروا لي مكائد ولا يعملوا لي تشويه ولا يبقى فيه هجوم علي بس طب وجاءوا مصداقيتك عند الناس بسبب هذه الحملات ما هي بقى دي اللي دايقتهم جدا ان مصداقيته ما تأثرت لا دا زادت دا أكدت لهم ان انا ماشي في الطريق الصحيح بس فده بيدايقهم اكتر جل فأنا يعني مبسوط لاتك العافية يعني انت كمان تكلمت عن الطبقة الوسطى او انت مخرج العشوائيات ومخرج الفقراء والبسطاء وياما يعني عرضت واقع ما كان احد اصلا يعرف عن انه حتى موجود طبقة الوسطى قلت انها هناك من يستهدفها وانها تتآكل كيف تتآكل وهل اختفت فعلا ام ما زالت تتآكل بسي هو القاعدة العامة بتقول انه المجتمع كلما ازدادت رقعة الطبقة الوسطى كلما المجتمع بقى آمن دا في اي مجتمع في الدنيا وفي اي عصر من العصور وكلما تقلصت الطبقة الوسطى كلما المجتمع بقى على شفن هير لان دايما الطبقة الوسطى هي الحاملة للمنظومة القيم الوسطى اللي هي اللي فيها تطرف اللي فيها غلوبه وفيها تسامح وفيها طيبة يعني انت عايزة في الابحاث الاجتماعية ييجوا يلاقوا انه الامراض الاجتماعية اللي موجودة اه زي او الظواهر الاجتماعية السيئة اللي موجودة هتلاقيها في الناس في الطبقة اللي تحت حد الفقر وفي الطبقة اللي فوق حد الغنى بنسبة كام وهتلاقيها في الطبقة الوسطى بنسبة كام هتلاقي انه تسعين في المية من الطبقة الوسطى اسوياء ما عندهمش امراض اجتماعية وعشرة في المية بس العكس في الطبقة الفقر عندهم امراض اجتماعية بالنسبة الاغلب وفي الطبقة الغنى لان أهر الفقر ورغض الغنى على فكرة تأثير واحد على النفس البشرية فبتخلف أمراض اجتماعية فالمجتمع بيبقى آمن لما الطبقة الوسطى تتسع فبتبقى المجتمع مستقر. إحنا عمدنا تآكلة الطبقة الوسطى عبدالناصر سبنا سب مصر سنة سبعين وهي كانت أكتر من 95% منها طبقة وسطى خسارة طبق على كل العالم العربي طبقة الوسطى فيها. يعني الطبقة الوسطى يعني في عصر عبدالناصر تحديدا كانت تجربة رائدة تجربة كانت شديدة يعني الاحترام وتجربة لازم تتفحصيها بتأدير جامد جدا لا عمل طبقة وسطى حقيقية عبدالناصر بعد مجتمع النصف في المئة الناس اللي كانوا نصف في المئة نصف في المئة هما اللي كانوا يملكوا ويحكموا وكان 99 وتسع من عشرة ونصف في المئة حفيين ما عندهمش مصدر دخل إلى آخر الكلام دو عبدالناصر سابها بعد 18 سنة وهي أكتر من 90% منها طبقة وسطى احنا الآن بنتكلم على طبقة الوسطى في مصر ما زيتش عن 20% 20% مجتمع كله هي طبقة وسطى في الأمراض الاجتماعية وبالتالي انت عندك 70 مليون ضيعين وهم كمان بيدربوا الطبقة الوسطى بالقرارات الاقتصادية الأخيرة فبينزل الناس من الطبقة الوسطى تانين بينزلوا تحت حد الفقر وقبل ما أخذ فاصل يعني زي عبدالناصر كان زعيم في زمن ثورة الثورات لم تنجب أي زعيم هذا السؤال يعني يطرح بعد الثورات وكان الثوار مصرين على أنهم مهم بحاجة لزعيم وعهد الزعامات انتهت ولكن ما تعتقد أنه كان لازم يكون في زعيم لهذه الثورات؟ لا لأن كل عصر ولو نسقوا في الخمسينات والستينات كان عصر الزعامات الكبرى ناصر ونهر وتيتو وجيفارا وكاستو ده عصر الزعامات الكبرى في كل حتة في العالم العصر اللي حصل من 2011 هو عصر الشعوب ما عادش فيه عصر الزعامات اللي بتحرك الشعوب كان فيه يعني فيه تطور إنساني حصل خلى إرادة الشعوب هي اللي تتجلى وتتجلى بإرادة جمعية مش إن شخص يبقى ملهم ويعبر عنها بس لو كان فيه شخص ملهم ما تتعتقد إنه كان ضبط من الفوضى شوية؟ أو الجبل ما ينفلت الوضع ويخرشها ما تقدريش تضمني ممكن كان يبقى يطلع مستبد وفاشيستي أو الميمسيك لكن هي كانت يعني اللي كان ناقص الثورة دي الطليعة بتاعتها ما كانتش مؤهلة إنها تشتغل في العمل السياسي هي دي المشكلة واختسروا الثورة في الحركات الاحتجاجية ومعرفوش يتقدموا للعمل السياسي ويقودوا للعمل السياسي فالإخوان سرقونا وحتى بعد 30 يونيو برضو هذه الكوة صحيح ظلمت وفي منهم قطاعة حبس وحاجات كده ومورس عليهم ظلم من الحكومة اللي موجودة لكن في النهاية برضو هم عمدهم سبب ذاتي وموضوعي جواهم إنه هم معرفوش يمرسوا السياسة اختصروا الثورة في الحركة اللي احتجاجة هاخد فاصل وأرجع معك لأسئلة أكثر عن جماعة الإخوان ومصير الثورة في مصر فاصل ورجعين أرحب بكم من جديد في اتجاهات والمخرج والنائب خالد يوسف أستاذ خالد لو أفتح معك ملف الحريات في مصر والحرية التي تقدسها اليوم كيف تصفها يعني بناء على تقارير منظمات حقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كان في انتقاد للحكومة المصرية بسبب الاعتقالات اللي وصلت لي عشرات الآلاف هناك كان اختفاء قسري هناك قوانين طوارئ مكافحة يعني انتقاد لقوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب والتعذيب بالسجون أول شيء اش رأيك في هذه التقارير اش رأيك بمدى صحتها لا ما بصدقهاش على إجمالها إن أنا عايش في الوقع ده وعارف إن فيه تضييق على القبيلات بس مش بالشكل اللي جتال عشرات الآلاف من اللي اعتقلت مبالغ فيه هم بيسموا الجماعات الإرهابية أو جماعة الإخوان المسلمين أي عضو من هذه الجماعة أبض عليه بقى معتقل وهم كلهم مقدمين لمحاكم تبقى للقانون بقضايا محددة ومنهم بياخد أحكام حتى إعدام ومحكمة النقد بتنقض هذه الأحكام وبترجحها ومنهم بياخد براءة فهم بيعتبروا إن كل دول سجيني رأي هم مش سجيني رأي بصراحة هم إيش؟ لا هم منظمة إرهابية بتكتر المصريين وخرجت على أراضية المصريين في 30 يونيو ورفضت هذه الإرادة وأصممت أن تحكم البلاد بالحديد والنار وبالعنف وبالإرهاب فده ينطبق عليهم صحيح القانون يعني نعم أما على الجانب الآخر نعم هناك تضييق على الحريات نعم هناك سجناء رأي أباية التظاهر كلها اللي اتحكم عليهم دول أنا بيعتبرهم سجناء رأي لأنهم دول بيعبروا عن رأيهم خاصة أنهم لم يمارسوا عنفا في أي مظاهرة من مظاهرات الإعلام بشكل عام بيتم التضييق عليه ويريد بس من الحكومة أنا في تصوري أنه فيه فيه رأي عام كده ضاغت كمان على الحريات بمعنى أنه زمان كانت الحكومة بس هي اللي بتضايق على الحريات دلوقتي فيه ناس مجتمع صار خايف من الحرية المجتمع يبدو كده ولا مش عارف ايه والله صار خايف يراهن يعني بلاقي ناس كفاية بقى ومش عايزين بقى يعني مش عايزين يسمع صوته معارض وفي هناك جماعات كمان عمدها أشواق استبدادية من الإعلاميين والمثقفين نفسهم فبتلاقيهم بيطلعوا أي صوت معارض يمرسوا عليه حملة شنيعة شنيعة تصل إلى التخوين لمجرد أنه هو رأي مخالف لرأي الحكومة فطبعا الأكيد بكل تأكيد أي حد هيقول لي غير كده هيبقى مش منصف أنه المناخ بعد صورتين كانت في القلب منهم شعار الحرية ما فيش تقدم في هذا الاتجاه بل فيه عودة للوراء وفي النطاق أو مجال السينما بكل تأكيد برضو في نفس الحكاية هتلاقي فيه المؤسسات الأمنية زادت سطوتها الرقابة على المصنفات الفنية اللي بتصرح بالأفلام لا تستطيع الآن أن تصدر ترخيصا دون الرجوع لهذه المؤسسات وبالتالي لا يستطيع أحد أنه يعمل فيلم بكامل حريته يعني لو أنا حبيت أن تقد الحكومة النهاردة فيلم سينمائي أنا معرض أن أنا فيلمي ما يطلعش طب الوضع كان سينمائيا أو فنيا كان أفضل زمن الرئيس حسن مبارك آه أقدر أقول آه وأنا واحد من أكبر معارضين نظام مبارك بس أقول لك آه لأسف وهذه فترة مؤقتة أو لا؟ باعتقد أنها مؤقتة باعتقد أنها مؤقتة مع الرئيس السيسي ولا مؤقتة؟ نا مش مؤقتة القضية مش القضية للرئيس السيسي مؤقتة بمعنى أنه في النهاية لا صحية لا صحيح في أشواق للحرية عبر عنها الشعب في تجلياته كلها عبر الخامس سنوات ده أمر ما حدش يقدر يمكره وبالتالي إرادة الشعب هي البقية الشعب ده عايز الحرية هيحصل على حريته حتى لو كان في بعض الارتدادات وبعض المنعطفات وبعض الإنحناءات لكن في النهاية هذا الملف ستقدم الأمام لأن ده حقائق التاريخ حقائق التاريخ أن الشعوب عندما تمتلك إرادتها إلى هذا الحد صعب جدا حد يرجح طب أعد معك إلى الأحكام القضائية اللي تمت بخصوص جماعة الإخوان تحديدا مورسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان أنت ما رأيك هذه الأحكام؟ والله أنا دايما الأحكام حتى لو ما عجبتش حد هي عنوان للحقيقة ده والتعقيب على أحكام القضاء ليس من حق أحد التعقيب على أحكام القضاء الأحكام القضاء لها حجيتها والقانون المصري من أفضل قوانين العالم بيخلي فيه درجات التقادي المتعددة تبقى فيها ضمانة للعبالة يعني لا يمكن يكون واحد هيتعيدهم في مصر وبقول هالك كده قولا واحدا إلا إذا كان يستحق الإعدام مش تبقى حتى بس للقانون تبقى للشريعة كمان لأن أنت عمدك محكمة الجنايات اللي بتحكم بالإعدام دي بيبقى فيها تلات مستشارين لازم التلاتة يقولوا أوكي على الإعدام بالإجماع ثم بيتروح محكمة النقد النقد دي بيبقى فيها سبع مستشارين سبع قضاء بيرجعوا الحكم لمحكمة الجنايات مرة أخرى أو لدائرة أخرى في محكمة الجنايات بيبقى فيه هذه تلاتة وسبعة أو عشرة ترجع لدائرة تانية فيها تلاتة تحكم بالإعدام تاني بفرد تروح لمحكمة النقد محكمة النقد ترجحها لتاني مرة لمحكمة الجنايات هذه كده بقنا في عشرة تانين ثم لو حكمت محكمة الجنايات مرة أخرى ونقد الحكم يروح لمحكمة النقد مرة أخرى هنا محكمة النقد تتصدى فيه سبع مستشارين تانين يعني فيه سبع وعشرين قاضي بالإجماع لازم يقولوا على فلان دا يعدم لا يمكن أن أنا أقدر أصدق أن فيه سبع وعشرين قاضي كلهم غلط ضمرهم هيسمح لهم بإعدام يعني إزهق حياة روح ربنا خلقها من غير ما يبقوا مطمئنين تماما لأن فيه حساب عند ربنا بالنسبة لهم طب أنت إش رأيك بها حكم الإعدام نفسه أنا من ناحية من ناحية الحقوقية يعني أنا مش ميال أحكام الإعدام بشكل عام غير في السسناءات قليلة جدا يعني أنا بقول الحكم اللي هو السجن مدى الحياة فيه قضايا كتير أحسن كتير من فكرة الإعدام طب إيش استثناءات زي إيش مثلا يعني ما تكون فيه جرائم فيها قتل جماعي مثلا يعني قضايا الإرهاب الناس اللي بدم بارد كده ممكن تحطكم بلا في مدرسة في الشارع وتقتل جماعيا كده ناس ده يعني ما بحسش بالله طب إذا أعدمت الإرهابي هو يعني أنت تمارس بذلك قتل هو يمارسه كان وبعدين السؤال أنه هل الإعدام يمكن أن يعني يوقف هذه الجريمة بكل تأكيد لا الإعدام إيه أنت هتحدديهم بإعدام وهم أصلا فاكرين أنه هما لما يتحدثوا بأخش الجنة فبالتأكيد الإعدام مش هو القضية أنا بتصور أنه عشان تحلي مشكلة الظاهرة الإرهاب لازم تحارب الإرهاب مش تحارب الإرهابيين لازم تحارب الفكرة نفسها فكرة الإرهاب أيمة على حكتين أيمة على قناعات خطئة وأيمة على مناخ مواتي لازدهار هذا الإرهاب أو لازدهار ظاهرة التطرف والعنف فلو عرفتي تحلس المعضلتين دول هتقدري تقضي على الإرهاب من غيرهم مش هتعرفي تقضي على الإرهاب لو جبت إرهابيين العالم كلهم وعدمتيهم هيطلع للجيل آخر إرهابي فهو الحل هو أن الصراع صراع ثقافي في الأساس يعني لابد أن يكون في تجديد حقيق للخطاب الديني لك أن تتخيالي أن كتاب من أهم كتب التطرف اللي هو كتاب معالم في الطريق لساة قد هذا الكتاب اللي يتكلم عن الحاكمية لله وهو من أسس لنظرية الحاكمية لله ونظرية التطرف والعنف هذا الكتاب لم يرد عليه أحد حتى هذه اللحظة بكتاب آخر في جهد علمي جهد فقهي حقيقي يرد على الدعاوة بتاعته احنا محتاجين نرد على ده بجهد العلماء بجد محتاجين ننقح التراث بتاعنا من الأسطورة محتاجين الفقه الإسلامي فيه حاجات كتير جدا دخيلة وحاجات كتير جدا مناقدة للعقل لابد أن احنا ننقحها ده تجديد الخطاب الديني المناخ المواتي وهي فكرة بقى القوى الناعمة المناخ المواتي منهم جانب اقتصادي واجتماعي اللي هي الفقر لابد أن انت تحربيه عشان ما تخليش فيه مناخ مواتي لكن فيه حاجة كمان أهم من كده مش جانب اجتماعي واجتصادي بس فيه جانب ثقافي بمعنى أن انت هل تتصوري أن انت لو عرفت تخلقي جيل متزوق للفنون بيستمع للمزيكة بيروح الأوبرا بيستمع بيشوف أفلام هل فيه حد متزوق للفنون ممكن يتربى أن هو يعني يطلع زوءه متزوق للفن هل ممكن يطلع منه أرهابي؟ مستحيل وبالتالي أنت عمدك سلاح قوي جدا لم تستخدميه حتى زي الله حسنا طب مين اللي ممكن يجوم بهالمهمة؟ الكتيبة المثقفين والتنويرين والفنانين في كل البلاد فيه لكن للأسف مش واغدين فرستهم الحقيقية نظر لأنهم عايشين هم كمان إحباط نعم أسمع معك أكثر بالتفصيل عن الإحباط اللي يواجهه الفنان أو اليادي يرغب الإبداع وتحسين الواقع نحو الأجملة لكن بعد الفاصل فاصلوا وأعود مع المخرج خالد يوسف أحييكم من جديد وأستاذ خالد قبل الفاصل كنت أحكي عن دور الفن وأن متذوق الموسيقى والفن لا يمكن أن يخرج منه عنف أو أنه يتحول لإرهابي البعض يمكن أن يرى اليوم أنه الحديث عن هذا الفن أو عن الموسيقى أو عن الأوبرا والناس تموت في الشوارع هذي رفاهية وهذا الشيء يعني على هامش الحياة نو ده ديء أفق يعني ده ناس مش فهمة اللي ممكن تفكر في الأمور كده الناس لا فهم العقل البشري بيمشي إزاي ولا الوجدان إزاي بيتكون جربوا كده ربوا عيلة ولادها على المزيكة وعلى الفنون وعلى تزوق الفنون بشكل عام وشوفوا مهما كان لم تضيف لعقلهم أي قيمة يعني مش هقولك أننا هربي عيلة ولاد وبنات صغيرين كده هربيهم على الثقافة والفكر والمعرفة وهربي دماغهم خالص أنا هربي أنا بس ههزب وجدانهم يعني مش هضف لهم أي معلومات زيادة وهاتوا نفس العيلة دي تحطوها في ظروف أخرى ما تخلوهاش عمرها لا تستمع لمزيكة ولا تشوف فيلم ولا معرفش إيه شوفوا دول وحطوهم في نفس المناخ هتلاقي من هنا لازم يطلع لك واحد إرهابي أو اثنين إرهابيين ومن هنا لا يمكن يطلع فالقضية مش أعمال العقل بس يعني أنا باتكلم على الساقين الساق الأولى هو تجديد الخطاب الديني وتنقيح الأسطورة والتراص والفقه كيف ننقحه من الحاجات الدخيلة عليه إلى آخر الكلام ده ده ساق بس دي لوحدها برضو مش كفاية في حاجة تانية مهمة وهي فكرة المناخ اللي بيربي انت عارفة أن الولاد الصغيرين بيتربى وجدانهم وفترة التكوين ده لو تعرضوا للطاقات التنويرية ديت أو الأفلام والمزيكة والكنسير والبالي والحاجات دي كلها تأكد مش هتطلع منهم واحد رهاب فعشان كده ده ده في حكومات كتيرة مش واخدة بالها منه مش واخدة بالها ان القوى النعيمة ديت لابد من دعمها ولابد من ان انت تشعل طاقات التنوير في كل حتة في أرجاء الوطن لو انت عايز فعلا تنتصر على الإرهاب خدي بالك ان النور بيهزم الظلام مش كده يعني فيزيكال كده يقولك لو انت قوى زي دي ضلمة حطتي فيها شمعة هتروح هزم الظلام دايما على طول في ثانية فهي طاقات التنوير دي بتهزم وهي الأفكار بتاعتهم أفكار ظلامية فلابد ان احنا لو عايزين مستقبل مختلف للأمة العربية وقضاء على ظاهرة الإرهاب نحارب ظاهرة الإرهاب نفسها نغير المناخات اللي موجودة تبقى أجواء صحية طب تبدأ من فين عشان تغير مناخ المجتمع اللي أصلا يعني من شوية تقول حتى رد الفعل العام صار هو ضد الحرية أو ضد الإبداع ما هو عشان ما فيش فرصة حقيقية للتنويريين والمثقفين والفانين إنهم مشتغلوا يعني عندنا في مصر مثلا صناعة السينما دي صناعة عريقة أنا مفروض على الدولة تدعم هذه الصناعة بحيث بدل ما تنتج 20-30 فيلم انتج 120 فيلم وخلي في كل حي سينما زي ما كان زمان يعني هل ينفع إن احنا عدد دور العرض في الستينات أو في السبعينات كانت أكتر من دور العرض دلوقتي والشعب المصري يتضاعف ثلاث مرات يعني أنت أصول الثقافة اللي عملها عبد الناصر اللي كانت موجودة في كل مدينة وكل محافظة كانت بتقدم مصرح وفنون شعبية كلها مقفولة بتجري فيها الفران طب لما تقول أنه نغير المناخ العام ونهيئ المجتمع لبيئة أفضل كيف هيصير في ظل القمع الحريات اليوم؟ أكيد مش هيصير ولا ممكن تكسبي قضية الإرهاب ومناخ الحريات بيضايق عليه لا يمكن تكسب المعركة دي طب هو ليه بيضايق على مناخ الحريات؟ ديك أفك فهم الحكومات أنه أن الانتقاد والمعارضة في ظل معركة أنت بتاخدها ضد التطرف وضد الإرهاب ده يشتت جهود الأمة في حين أن المنافس كلها تنفتح والوطن يتنفس من أكثر من رئة ونسمع أراء كثيرة جدا ده المناخ الصحي اللي تقدر تعملي فيه تشكيل وجدان أجيال جديدة سوي وسليم مش سقيم طب رغم أن الحكومة نفسها بتحارب الإرهاب وتحارب التطرف نحكوها مش فاهمة عمل لها إيه بقى حكومة مش فاهمة أن ده يعني لما انحبسوا إسلام بحيري مثلا أي ما هم مش فاهمين أن هما يضايقوا على الحريات بيخسروا قضية الإرهاب هم فاهمين كده أن هما الإسلام ريح بحيري ده ده وجد نظرهم يعني إسلام بحيري ده بيعمل لنا فتنة وإحنا مش نقصين دوشة فيحبسوه طب حربوا الإرهاب إزاي طيب فأنا ما أنا بقولك ده دي أفك وجهل يعني أنت قلت أنه لا تستبعد أن يكون هناك ثورة ثالثة بصي أنا محدش يقدر يحكم على المستقبل بشكل جازم ليس هناك ثورات بعد الآن ليس هناك حروب بعد الآن ما فيش حد يقدر يقول كده فعشان كده كل الاحتمالات مفتوحة الشعوب اللي خرجت مرة واثنين قبل كده ما تخرجش للمرة الثالثة لي لو ضاء بها الحال تخرج ما فيش حاجة تمنحها أنها تخرج يعني لو اليوم خرجت الثورة حتطلع معها؟ لا لماذا؟ لأن أنا شخصيا جربت أكون في طليقة ثورتين وكانت نتائجها زي ما احنا شفنا كده فمش مستعد تاني أنت السبب يعني لا مش أنا السبب مش مستعد أشارك تاني خب أملك نعم خب أملك أه أكيد أكيد يعني عندي قدر من الإحباط أكيد فخلي حد تاني غيري بقى يعني احنا جربنا نفسنا كنا في طليقة الثورتين دول وانتهى بينا الحال لأجواء أنا مش سعيد ليها أنه هذا تكاثل ولا هذا يعني رغبة في أنه غيرك يمسك الموضوع؟ مش أنا دلوقتي أحد الحاجات اللي بقوا هاجم فيها مش أنت اللي وديتنا في دهية ده بيتقال لي كده مش أنت اللي دمرتوا البلد مش أنت اللي عملتوا فينا احنا كنا عاشين كويسي حتى ناس عادية مش ناس حتى من من الناس التوجهات الفكرية المعارضة لي أو المخالفة لي أو اللي بيني وبينهم حتى يعني مشاكل ناس عادية فخلص يعني أنا شايف بقى الشعب هو يعني المرة الجاية لو بس أنت قلت لي أنه عندك مصداقية كبيرة أنت تشعر أنه في عندك مصداقية كبيرة بين أفراد الشعب؟ أنا فاهم بس أنا قصدي أقول أنا المصاري الثوري حتى زي اللحظة ما جابش نتائج جابية فأنا أتمنى أن احنا نعمل مصار إصلاحي أحسن من مصار ثوري أتمنى أن تنصلح الأحوال نمشي في عمليت تحول ديمقراطي حقيقية وتبقى فيه حياوية سياسية ويبقى فيه أحزاب ويبقى فيه رأي ورأي آخر بجد والناس تختلف تحترم ثقافة الاختلاف كلام ده كله ممكن يحصل من غير ثورة الإصلاح الاقتصادي يبقى إصلاح مستهدف تنمية اقتصادية لكن في ذات الوقت مستهدف عدالة اجتماعية كلام ده كله وارد جدا أنه يحصل من غير ثورات فإحنا بنحاول نعمل ده يعني بنحاول ندفع في السكة دية من مصر تمشي فيه تراك مختلف عن اللي هي مشا فيه طب اليوم أنت اتجهت نحو يعني أعرف أنك تحب السياسة من صغرة كنت في الاتحاد الطلابي ونشأت في بيت اشتراكي وابن عمدة كمان أنت تحب السياسة لذلك اتجهت للسياسة أم أنك يعني هذا هرب من الفن وضجيج الصقف الحرية المحدود وهجمات الإسلاميين لا خالص أنا صحيح أنا جيت من شارع السياسة للفن والناس كتير مش عارفين الحكاية ديت أنا مارست السياسة من وانا صغير وكنت رئيس تحاد طلاب الجامعة وكنت واحد من قيدات الحركة الطلابية في التمانينات كنا طول الوقت بنطلع في مظاهرات ضد مبارك وكده وما كنتش مفكر في الفن خالص وأنا انتقلت من شارع السياسة لشارع الفن بفضل يوسف شهين مش حد تاني يعني بعد ربنا اللي له فضل علي هو يوسف شهين هو اللي قال لي انت موهوب ولازم تبقى سينمائي وانا كنتش في دماغ ان انا بقى سينمائي وناس كتيرين ما يعرفوا انك ده ده سندسة مزبوط مزبوط فلما انتقلت بعد ما اتخرجت من الهندسة انتقلت بدل ما اشتغل في الهندسة واشتغل في العمل العام بقى والسياسة والشغب اللي انا كنت بعمله قام الجامعة اتجهت الفن وفرغت فيه كل طاقتي لما حصلت 2011 25 يناير انا كنت داخل بشارك في زي الصورة مش ان انا برجع سياسي تاني لا انا كنت داخل حاسس ان علي واجب وطني انا كنت بمارس واجب وطني نعم فضلت مارس لسنوات لغاية ما خلص حتى وشاركت في صنع دستور البلاد دستورنا يعني دستورنا المصري بعدها كان مفروض ارجع للفن ولكن بعد الدستور حسيت ان فيه كتير من الكوى الثورية بدأت تتراجع للخلف مش عايزة اتقدي دور وبقينا قليلين قوي المستعدين يقدوا دور فحسيت ان انا علي دور اخر لازم اقديه ان انا اوصل الدستور ده ان هو يترجم لقوانين تنتصر لنصوص الدستور زي ما عرفنا نحول شعارات الثورة للنصوص دستورية ملزمة انا عايزين نحول بقى الدستور لقوانين فيعني الحكاية خدتني واحدة واحدة لكن حسيت في الاخر ان انا ما عملتش فرق يعني بس مش ندمان لان كنت لو ما عملتش كده والحالة سائت كنت اقول يا لقدت موجود يمكن كنت اعمل فرق فانا لما ما عملتش فرق دلوقتي قررت ارجع السينما خررت اعمل افلاق انا بكلمك بشكل بسيط جدا يعني وبقولك اللي في قلبي يعني يمكن عشان الوضع نفسه يعني الوضع نفسه ما يسمح الاحد يعمل فرق اكيد ومش تقصير مني انا بزلت كل ما عشان كده انا منقلان ادمان وكنت همدم لو ما عملتش كده انا عملت استنفزت الفرصة يعني والفن يمكن تعمل فيه فرق اكبر انا رأي انا رأي انا عملت فرق في افلامي اكبر من اللي عملته في مزولي للمعترك السياسي وراح الطموحاتك برئاسة الجمهورية هناخد فاصل وبعد الفاصل ابغا أسلك عن مشروع فيلم لفت نظري وانت تتكلم عنه وعن تاريخ الاندلس او نهاية العرب في الاندلس والمسلمين فاصلوا راجعين احييكم من جديد والمخرش خالد يوسف استاذ خالد تحدثت عن مشروع فيلم سينمائي تنوي عمله عن نهاية العرب او المسلمين في الاندلس يعني وبالنسبة لكثيرين انه هذي الافكار التاريخية الكلاسيكية ما جدمت شوي لا اولا انا ما بعملش تاريخ عشان اعايز اعمل بحث في التاريخ يعني انا عايز اعمل استشراف للمستقبل واخذ عبر من التاريخ لقضايا في الحاضر اللي احنا عايشين وفي الواقع اللي احنا عايشين الفيلم اللي عن الاندلس انت بتتكلمي عن اخر نقطة احتكاك حصلت ما بين الشرق والغرب في القرن الستاشر خلفت مئات الاسئلة اللحظة اللي سقطت فيها الاندلس هي اللحظة اللي استلمت فيها مش على الحضارة انتقل فيها مش على الحضارة من الحضارة العربية الاسلامية للحضارة الغربية اللي هي ما زالت حتى هذه اللحظة هي اللي حملة مش على الحضار في هنا اضاءات كثيرة جدا واسئلة هائلة اول هذه الاسئلة لماذا حتى هذه اللحظة لم يتطفق الدمير العالمي على ما هو الغزو وما هو الفتح ليه احنا بنسمي دخولنا الاندلس او دخول العرب الاندلس اسمه الفتح العربي الاندلس وهما بيسموه حتى زي اللحظة الغزو العربي الاندلس وده سؤال قائم حتى زي اللحظة لما جات امريكا احتلت العراق سنة 2003 ده بقى مش بعيد في الحاضر اللي احنا عايشينه احنا سميناه الغزو الامريكي العراق صح؟ هم سموه ايه؟ تصدير قيم الديمقراطية اللي هو الفتح برضو مفهوم الفتح انا بنقلك افكار وبنقلك نقلة نوعية متى لسه احنا كبشر بيتغير موقفنا بتغير موقعنا من هو المحتل ومن هو المحتل يبقى فيه حاجة يبقى فيه ازمة في الضمير العالمي يبقى لسه لم يتوسل الضمير العالمي لوضع خطوط فاصلة تفصل ما هو الفتح وما هو الغزو ولا بد ان يتوسل الضمير العالمي عشان نخلص من هذه الاشكالية يمكن عنده اشكالية ضمير العالمي باحتكاك الحضارات؟ اه الاحتكاك نفسه؟ ما دي جزء اخر برضو من الاسئلة اللي بيخلفها الفيلم او بتخلفها هذه المرحلة لكن السؤال اللي بيسألوا الفيلم او الاشكالية اللي بيترحى الفيلم ما تيجوا نتفق على ايه هو التواصل الانساني والاحتكاك الانساني اللي لازم لتقدم البشرية اللي هو حالة الديالكتيك التأسر والتأسير وايه هو القهر والاغتصاب والغسر ما تيجوا نتفق على الحكاية دي نسمي الاسماء بمسمياتها سواء احنا كعرب او احنا كغرب او العالم كله وموجهوا الرسالة هذه للغرب ام للعرب؟ للغرب في الاساس لان احنا للأسف محصورين في ان احنا بنكلم نفسنا يعني لما يقولوا علينا ارهابيين فنطلع في برنامج زي ذا انا اقولك احنا مش ارهابيين وانت تقولي لي فعلا احنا مش ارهابيين منظومة الاسلام قيم سمحة وانا اقولك او والله قيم سمحة انا نكلم بعض لكن عمرنا ما عرفنا نتكلم الاخر الفيلم ده انا مستهدف في الاساس ان انا نكلم العالم الغربي اكيد الابناء وطن العربي مستهدفين هم كمان لانه في رسائل مهمة جدا كيف سقطت الاندلس دي دروس وعبر التطرف كان احد على فكرة الدسائس والمكائد والحروبات اللي كانت ما بين الناس وبعضها لكن للعرب لازلت يعني مؤمل انهم ياخدوا دروس ما اعرف كيف حتكون ردة الغرب ولكن العرب يعني مسلسلات تاريخية على مدى سنين وسنين وكلها دروس وعبر يعني ما شفنا العرب استفادوا منها والله انت بتعملي التراكم الكم اللي بيقدي لتغيير كيفية انت بتعملي ما عليك اللي ما التقتش الرسالة يمكن فيه جيل تاني يلتقتها انا احس العرب لما يتفرجوا على هذه الافلام كانهم يستكينوا للماضي او انه خلاص كنا عظماء خلاص نعموا ما انا مش اقدم لهم المجد انا مش اقدم لهم الفتح ده انا مقدم لهم السقوط انا مش اقدم لهم طارق ابن زياد وموسى ابن نصير وهم داخلين اندلس ده انا مقدم لهم عبدالله ابن الاحمر عندما تنازل عن اندلس اخر ايام غير ناطة يعني ايام العرف في غير ناطة طيب استاذ خالد في اخر الحلقة عود معك الى الحريات اخر السؤالين واليوم في فيلم جديد تبغى تعملو انت قلت لي اللي حتعملو ده حين ما حيكون يعني حين ما يسرى ما حيكون نفسه اللي عملته من عشر سنوات الحرية مدى حريتك في الافلام او احلامك بتطبيق حريات في من خلال افلامك اش مدىها انا انا دايما بحلم ان انا امارس حريتي بلا اي سقف اه دايما اللي بيحد حريتي هي فكرة مخاصمة وجدان الناس فقط ده اللي اعتبر الوحيد اللي انا اش وجدان الناس يعني يعني اه يعني ما تصدمش الناس بشكل فج اه مع انهم بيقولوا علي ان انا بعمل صدمات لكن دي مش صدمات خالص اللي انا بعمله ده كلام تافه بالنسبة للصدمات اللي انا نفسي اوجهها للواقع العربية ايش اعطينا واحدة منها الصدمات واحدة من الصدمات اللي نفسك هتشوفيها في الافلام لو قدر لي او ان انا قررت واخصم وجدان الناس وعملها يعني وانا حصدمهم برضو دلوقتي لو قلت فيبقى ما كنت اعملها في المحصة طب كيف تقدر تقيم وتعرف معيار وجدان الناس هو زي الحياء العام لو ما نيقول لك خدش الحياء العام يعني ايش خدش حياء عام لا الاحساس بقى انا بحس مباجئة يعني اعتلقى تيمة درامية وهقدمها فيلم اللي انا بحسه بعمله والاحساس ده هو احساسي بالناس يعني بيبقى فيه اعتبار جوايا هو احساس الناس وعدم صدمهم صدمة هائلة يعني تخليهم وده دروس تعلمناها من طا حسين ومن ابن رجد لما كان عندهم افكار برا الصندوق يعني خارج الصندوق زي يقولوا وصدموا بيها الناس مرة واحدة الناس طلعت بهدلته وما كانوش هيقبلوا منهم بيط مشروحهم فبدأوا يدوروا على بدائل كيف يمكن ان انت لا تخاصم اجدان الناس ولكن تساهم في تقدمهم وفي تنويرهم وفي ان انت تقدمهم لقدام ان شاء الله تقدر تتحجج التوازن بهالمعادلة طب انت دايما يعني تطلع في مقابلات ناقش فيها شيوخ وفي منهم متشددين بعض الشيء في منهم محافظين ويركزوا كتير على خالد يوسف والحريات وسقف الحريات وبعضهم يسألك انت مع حريات المعتقد انت مع حريات الالحاد في افلامك وليش ما فيه مفنانات محجبات في افلامك ليه بتطلع بهذه النقاشات يعني ايش حتستفيد منها او ايش حيستفيد الجمهور لا ان اش في كل احوال اي حوار هو حال حضري ما تشعر انه تشتت الجمهور لانه يصير شايف الشيخ ايش بيقول والمخرج اللي يحبه ويحب افلامه الشيخ جالس يطعن فيه فليكن ما هو انا لازم اتعرض لده وارد يعني انا بشوف ان ده حاجة مهمة برضو ان يبقى فيه حوار زي ده يعني المساحة اللي ما بين الداعية او الشيخ هو فهمه للحياة بمنطق ديني هو فهم فنان للحياة بمنطق فني كيف يمكن ان يلتقوا ايه مساحات الاختلاف وايه مساحات الاختلاف ده مهم ان الناس تسمعوا واليوم لازلت مع انه ما في ما يعني انت تمنع على اي فنانة ما تشتغل مع فنانة محجبة لازلت عندها انا قلت وهقوله للمرة العشرة انا دين انا مش ضد عمل المحجبات انا اخوتي محجبات مميليش مشكلة خالص انا بتكلم على فن التمثيل ينفع تبقى مخرجة محجبة جدا مفيش مشكلة فيها ممثلة ما ينفعش تبقى محجبة لسبب ان انا هجبها دلوقتي بتقدم دور بتعمل دور مزيعة هل ينفع ان انا دلوقتي اخلاها تقلع اقولها المزيعة اللي عمدي مثلا اهل عشعرها هتجيلي لازم تبقى محجبة مش كده طيب لما هتروح البيت المزيعة ديت ويبقى لها مشهد وهي بتسلم على المامتها وهي قاعدة مع المامتها الوحجبة هتفضل محجبة فالناس هتفضل طول الوقت الجمهور فاكر ان ديت فلانا المحجبة واحنا ايمين السينما ايمة على فكرة الايهام ان انا بنسيك ان دول الممثلين فلانيين وبخليك تنسى ان هم الفلانيين دول وبتتوحد مع الشخصية وتتعاطف معها لدرجة ان انت ممكن تعايت لو ماتت وانت لو انت فاكر انها تمثلية اللي بتشوفينه في قاعة السينما دول ولا عاديين قدام التلفزيون بتفرجوا على فيلم وبيبكو لو هم مدركين اللحظة اللي هم بتفرجوا فيها على ان دي تمثلية هيا عياته لا طبعا هيبقوا هبلي لو عياته هما بينسوا اللحظة ان هو اياه دي تمثلية مش كده فالسينما ايمة على كده ان انا خليك تنسي ان دي ممثلة فالحجاب بيذكر فالحجاب طول الوقت بيفكرني بان دي الممثلة اللي ما هقاعدة مع مامتها ولا قاعدة حتى على سرير انهم مع مامتها بتتكلم ولا مع جزء بس برضو محجبة فكده عمرها ما هتخرج عن شخصية الممثلة فلانا مش هتبقى الشخصية الدرامية اللي انا عايز اخلي الناس تتضمن معا فهي فيها حاجة فنية مش حاجة دينية انا بقول انه الست تقدر تشتغل تسعة وتسعين شغلانة كل الشغلانات اللي في الدنيا الا الممثلة بس لان ده انا اي حتى واحدة لو انا حتى دورها محجب لو انا واخد دور واحدة محجبة هاخد واحدة مش محجبة تقوم بيه عشان وقت ما قلها هتلبس الحجاب وهيبقى العمدها مشت في الشارع تعملو وقت ما تبقى قادة مع جوزها في البيت او مع امها تبقى قلع الحجاب لكن مقدرش ألحها الحجاب تماما ولا خليها بطبيعتها يبقى انا هفضل اذكروا الجمهور خدوا بالكم ميديات فلانا فلانية الممثلة وبالتالي يروح الاهام والفيلم يضيع بس ده وجهة نظري في حكاية الحجاب مش ان انا عمدي موقف ضد الحجاب طيب وصلت الفكرة وشكرا لك استاذ خالد يوسف على هذه المشاركة في اتجاهات شكرا لك